من جديد تعد السمنة في مرحلة الطفولة من المشاكل الطبية التي تصيب الأطفال والمراهقين فهي تؤدي إلى أمراض وتبعات صحية أخرى قد يتعرض لها الأطفال على صغر سنهم المزيد في التقرير التالي يعرف فرط الوزن والسمنة بأنهما تراكم غير طبيعي أو مفرط للدهون قد يلحق الضرار بالصحة وتلعب عدة عوامل دوراً في قابلية الطفل للإصابة بالبدانة منها الوراثة والبيئة وأنماط حركة الطفل ونشاطه وقد يفسر ذلك أن بعض الأطفال أكثر استعداداً لاكتساب الوزن من أقرانهم وكان فرط الوزن والسمنة يعدان في السابق من مشكلات البلدان المرتفعة الدخل ولكنهما الآن يتزايدان في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل ووفق دراسة حديثة لكلية لندن الملكية ومنظمة الصحة العالمية فاق عدد الأطفال والمراهقين الذين يعانون من السمنة عدد من يعانون من نقص الوزن في العالم تقول آخر الدراسات الطبية إن السبب الأساسي في فرط الوزن والسمنة يتمثل في اختلال توازن الطاقة بين السعرات الحرارية التي يستهلكها الإنسان وتلك التي يحرقها جسمها وتشير تقارير دورية لمنظمة الصحة العالمية إلى أن مضاعفات بدانة الأطفال والمراهقين جد خطيرة فالطفل البدين أكثر عرضة لأن يصبح بدينا عندما يكبر مع تزايد خطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم والمعاناة من داء السكر في سن مبكرة كما سلطت دوريات طبية متخصصة الضوء على علاقة بدانة الأطفال بأمراض المفاصل والعظام نتيجة الوزن الكبير الذي تحمله كما يعاني الأطفال من مشاكل النوم مثل اختناق النوم كما خلصت دراسة لجمعية الطب النفسي الأمريكية إلى أن الأطفال البدناء أكثر عرضة للإصابة باضطرابات القلق والاكتئاب نناقش الموضوع مع ضيفنا دكتور مصطفى حامد أوغلو الاختصاصي في الأمراض الداخلية والبدانة والسكر مباشرة من إسطنبول أهلا وسهلا بك دكتور من الشائع أن الأطفال خاصة في ثقافتنا العربية أن الأطفال الممتلئين نسبيا هم أكثر صحة من غيرهم متى تصبح البدانة ما هي الأعراض التي ترافق بدانة الأطفال وتصبح حينها هذه البدانة مشكلة ومصدر خطر مساء الخير لكم ولكل المشاهدين أولا يجب أن نقول أن البدانة هي مرض وليست مجرد زيادة وزن وهذا الاعتقاد الخاطئ أن الطفل الكربوج هو الطفل السليم هذا أمر أيضا اعتقاد خاطئ البدانة عند الأطفال لها ميزات أخرى أكثر خطورة من البدانة عند الكبار لأن البدانة عند الأطفال يكون هناك ازدياد في عدد خلايا الخلايا الدهنية وتضخم في الخلايا الدهنية بينما عند الكبار يكون فقط تضخم بالخلايا الدهنية اليوم الطفل الذي بين العمر سنتين إلى ست سنوات إذا كان بدين احتمال أن يكون بدينا عندما يكبر هو 30% وإذا كان ما بين ستة إلى 12 سنة بدينا احتمال أن يصاب بالبدانة عندما يكبر هو 50% والمراهق الذي أكبر من عمر 12 سنة إذا كان بدينا ف80% احتمال أن يصبح بدينا عندما يكبر علامات البدانة أو أعراض البدانة هي واضحة لكل شخص إذا أردنا أن نعرف مدى انتشار هذا الوباء الخطير على مستقبل الإنسانية برمتها فيكفي أن نزور صف مدرسة ابتدائية سابقا كنا نرى بالصف واحد أو اثنين ربما يكون من الناس البدينين بينما الآن إذا زرنا أحد الصفوف بالمدرسة الابتدائية نجد أن أقل شيء 30% من الأطفال يعانون من زيادة الوزن أو البدانة المفرطة وهذا خطر يهدد صراحة مستقبل الطفولة ذكرت الأطفال من سنتين من العمر هل هذا يعني أن البدانة أو الوزن الزائد عن الطبيعي مسموح للأطفال حديثي الولادة لأننا نرى بعض الأطفال يعني بين عمر بضعة أشهر لديهم وزن زائد البدانة أصلا يعني تبدأ هي من عمر يعني من الجنين في بطن الأم تبدأ البدانة من هناك الأم التي تكون بدينة والأم التي تعاني من السكر أو الذي يظهر عندها سكر خلال الحمل أو التي لا تنتبه إلى وزنها خلال الحمل أو ربما يكون عندها أمراض أخرى فهذا نحن نعرف أن المرأة الحامل إذا كانت تعاني من السكر فإن الأطفال يولدون بأحجام كبيرة من هناك تبدأ يعني أسباب البدانة لذلك حتى الطفل اللي عمره يعني أشهر ستة أشهر إذا كان وزنه أكثر من الوزن الطبيعي فهذا يعتبر أيضا بدانة فالبدانة يعني تبدأ منذ طفولة الطفل ولذلك يعني لها حساسية خاصة ويجب متابعتها بشكل مهم جدا ويجب أن لا ننتظر يعني معالجة البدانة حتى يكبر الطفل هذا أيضا من الأخطاء نعم تحدثت عن بدانة ويعني أعطيت مثالا إذا دخلنا إلى صف نشاهد عدد كبير من الطلاب يعانون من هذه المشكلة إذن هي بدانة مجتمعية هناك أسباب منتشرة في المجتمع لها ما هي هذه الأسباب طبعا البدانة لها أسباب كثيرة أولا يجب يعني هناك أسباب وراثية وهناك أسباب قد تكون أسباب بسبب الأدوية أسباب يعني مرضية لكن أهم عامل صراحة هو عدم يعني اختلال التوازن ما بين السعرات الحرارية المأخوذة وما بين الحرق أي يعني نمط الحياة هو المهم الأساسي في هذه يعني في سبب زيادة البدانة اليوم قلت أن إذا كانت المرأة الحاملة تعاني من سكر أو بدانة هذا يسبب بدانة الوراثة نقصد بالوراثة ليست الوراثة الجينية أي وراثة الصبغيات هناك دراسة أخذوا نساء ويعني مجموعة من النساء وقسموهن إلى قسمين القسم الأول يعني تم معالجة البدانة عند النساء والقسم الثاني لم يتم معالجة البدانة الأطفال الذين ولدوا من النساء التي بقوا يعني أوزانهم كبيرة رأينا أن الأولادهم كانت البدانة عندهم ثلاثة أطعاف أولاد النساء التي تم معالجة البدانة قبل الولادة لذلك هذه الوراثة هي تعتبر وراثة يعني وراثة عائلية الطفل الذي يربو ويكبر في عائلة تعاني من البدانة هو يتأثر تلقائيا بسبب يعني هي وراثة جينية ولكن أيضا قد تكون وراثة سلوكية هذا مهم جدا جدا لذلك معالجة البدانة عند الأطفال تختلف عن معالجة البدانة عند الكبار لأننا يجب أن نشرك العائلة يجب أن تكون العائلة جزء من العلاج لا يمكن للأبوين إذا كانوا يعانين من زيادة الوزن أن نفصلهما عن معالجة البدانة عند الأطفال لذلك يجب أن تكون العائلة أولا قدوة للأطفال من أجل معالجة البدانة طبعا هناك عدة أمور اليوم من أسباب البدانة سبب المهم جدا جدا وهو الاكتئاب الخفي أو الجوع العاطفي عند كثير من الأطفال ربما الوضع العائلي، انفصال العائلة، ربما عدم الاستقرار العائلي هناك عدة عوامل أيضا تؤثر على نفسية الطفل وهذه النفسية هي التي ربما تساهم في زيادة البدانة كما أيضا البدانة هي من أسبابها أو من مضاعفاتها أن تجعل الطفل مكتئب وينعزل عن المجتمع لأنه يتعرض لبعض الانتقاد وربما السخرية من الزملاء والزميلات بالصف هذا أيضا يدعوه إلى قلة الحركة عدم المشاركة بالفعاليات الرياضية هذا أيضا يزيد البدانة وندخل في دوامة مفرغة لذلك معالجة البدانة صراحة دائما هي معالجة البدانة حتى عند الكبار تحتاج إلى فريق عمل طبيب الداخلية طبيب الغدد الجراح الطبيب النفسي أيضا خصائف التغذية أيضا ربما المدرب الرياضي لذلك يجب أن يكونها فريق هذا الفريق يأخذ أهمية أكبر عند معالجة الأطفال لحساسية معالجة البدانة عند الأطفال الطفل يجب أن لا يتم لومه في أنه هو السبب بالبدانة بسبب أنه لا يلتزم أو أنه يأكل كثيرا لذلك يجب تشجيعه أهم نقطتين في معالجة البدانة عند الأطفال الاستمرارية والحافزية لذلك يجب أن يكون هناك دعما نفسيا وتشجيع الطفل والاتفاق معه على صيغة لمعالجة البدانة وأيضا الأبوين يجب أن يكونها قدوة لا يمكن أن نطلب من الطفل أن يمارس جهد بدني والأبوين لا يمارسان هذا الجهد البدني لا يمكن أن نطلب من الطفل أن يقلل ينظم السعرات الحرارية أو نوعية الأطعمة ويرى أن الوالدين يأكلون كل ما هب ودب لذلك الأمر حساس ويحتاج إلى فريق عمل ويحتاج إلى معالجة حثيثة طيب ماذا لو تأخر علاج الطفل خاصة لأن كما شرحت الموضوع يعني هي عملية معاقدة تستلزم وعي من الأهل من محيط الطفل ماذا لو تأخر الطفل بمعالجة أو تأخن بمعالجة الطفل حتى هو يكبر ويأخذ قرار بعلاج السمنة هل العلاج المتأخر له صعوبات أكثر وتحديات أكثر تأخير العلاج غير مقبول بالنسبة للمعالجة البدانة عند الأطفال يجب يعني معالجة البدانة ليس بالأمر المستحيل لكنه قد يكون ليس سهلا لكن يجب البدء بمعالجة البدانة عند الأطفال في أعمار مبكرة ومن خلال تشجيع الطفل وإقناعه وشرح له ربما مضاعفات البدانة وهذا أمر سهل صراحة ليس بالأمر الصعب لكن يحتاج إلى دقة ومهارة وخبرة ومعاملة جيدة ويجب إشراك العائلة ربما يكون السبب تأخير معالجة البدانة جيراحيا حتى يكبر الطفل ويتخذ القرار بالنسبة للعمليات الجراحية حتى هذا الأمر هناك خلاف هل نؤخر الإجراء الجراحي إلى لزمة حتى يكبر الطفل ويأخذ هو القرار أم نعالج الطفل صراحة إذا كنا نرى أن تأخير العلاج الجراحي بالنسبة للطفل سيؤدي إلى عواقب وخيمة وعواقب كثيرة ومضاعفات كثيرة تهدد حياة الطفل فيجب أن لا ننتظر لكن إذا رأينا أن هناك من خلال المعالجات الأخرى الدوائية أو تغيير نمط الحياة وكلما تحدثنا بهذا الموضوع تم العمل على الوعي المجتمعي في المدرسة في البيت في المجتمع على مخاطر السمنة وسمنة الأطفال بشكل محدد كلما وصلنا إلى وعي أكثر على ضرورة العلاج كل شكر لك على هذه المشاركة معنا من اسطنبول دكتور مصطفى حامد أغلو الاختصاصي في الأمراض الداخلية والبدانة والسكري شكرا جزيلا